نظمت سفارة اليمنية في الدوحة ومكتبة قطر الوطنية فعالية احتفالية حملت عنوان الشعر اليمنية الدكتور عبدالعزيز المقالح عمر من الإبداع والخيال بمناسبة مرور أكثر من نصف قرن على نشر أول ديوان شعرية للمقالح بحضور وزير الدولة رئيس مكتبة قطر دكتور حمد الكواري وسفير بلادنا في الدوحة راجح بادي وعدد من أبناء الجالية اليمنية في قطر وأكاديميين ومثقفين وفي كلمة بالمناسبة قال الوزير القطري إنه لا يمكن لأي مثقف عربي أن ينكر فضل الشعر والناقد اليمنى الكبير على الشعر العربي والثقافة العربية ككل حتى أصبح علامة مضيئة من علاماتها من جانبه ثمن سفير بلادنا في الدوحة مبادرة مكتبة قطر لتكريم الدكتور المقالح بدرع المكتبة مقدر الاحتفاء الكبير باليمن وتاريخه وثقافته هذا وقد شهد الحفلة عرضا لبعض قصائد الدكتور المقالحة مقطوعات غنائية يمني